مرحبا يا أصدقاء وأهلا بكم في قناتنا على يوتيوب البيتكوين بقيمة 100 ألف دولار أصبح حقيقة إنها لحظة تاريخية وآمل حقا أنكم جميعا تستمتعون بها أنتم هنا أنتم في لعبة العملات الرقمية كنتم هنا في سوق الدببة ومن ثم دخلتم سوق الثيران إذا بدأتم قبل بضع سنوات فقد شاهدتم البيتكوين يرتفع من 15 ألف دولار إلى 100 ألف دولار إذا كنتم هنا لفترة أطول فهذا رائع لدينا الآن سيناريو سوق ثيران يزداد سخونة ومن المحتمل أن ينطلق ويحقق ارتفاعا أكبر ولأن ذلك كذلك يجب عليكم البحث عن ما هو رائج وما يشتريه الناس الناس يشترون الميمات سأناقش في هذا الفيديو إحدى أفضل عملات الميم لشرائها الآن ولا مفاجأة هنا إنها مرتبطة ببيبي دعونا نتحدث عنها عملات الميم هي محور اهتمام الجميع الذين عادوا إلى عالم العملات الرقمية تخيلوا عندما يصل السوق إلى الارتفاع الذي سيصل إليه خلال هذا السوق الثوري تخيلوا مدى ارتفاع حجم تداول عملات الميم عندما يصل حجم تداول العملات الرقمية إلى ذروته ولهذا السبب يجب أن نجد أفضل عملات الميم إذا بحثتم عن بيبي واحدة من أكثر عملات الميم رواجاً الآن ستجدون مقارنات بينها وبين دوج كوين وشيبا إينو كبار مستثمري بيبي يشترون الآن استعداداً لاختراق المستوى التالي من المقاومة عملة الميم الجديدة والستريد بيبي أطلقت بيعاً مسبقاً وجمعت 700 ألف دولار في يومين أعتقد حقاً أن هذه العملة قد تكون واحدة من أكبر عملات الميم القادمة بيبي أنشيند بيعت كلها وجمعت 74 مليون دولار إذا استطاعت والستريد بيبي أن تحقق جزءاً من ذلك سترغبون في الانضمام في المرحلة الأولى حيث نحن الآن هذه العملة تحقق حجم تداول يتراوح بين 500 ألف و700 ألف دولار يومياً خلال يومين أو ثلاثة فقط حالياً من المقرر أن يرتفع السعر عندما يتم جمع 1.3 مليون دولار ومن المحتمل أن تستيقظوا غداً لتروا أن السعر قد ارتفع بالفعل إذا كنتم مهتمين بالشراء يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف أو التعليق المثبت استخدموا والد كونكت، ماتا ماسك أو كوين بيز اختاروا الأنسب لكم القصة وراء وولستريد بيبي مثيرة للاهتمام تدور حول تاجر سئم من أن يستفيد الكبار فقط فقرر أن ينشئ مجموعته الخاصة ليتعلم السوق ويحقق مكاسب من خلال اتخاذ قرارات جيدة في أسواق الثيران الناس يشترون كل شيء ويفعلون ذلك بأموال طائلة وولستريد بيبي قد ترتفع بشكل كبير ليس فقط بسبب سوق الثيران ولكن أيضا بسبب ارتباطها باسم بيبي إذا نظرتم إلى ما حققته بيبي أونشينيد بجمعها 74 مليون دولار حيث بيعت في فترة قصيرة لم تستطع الاستمرار حتى الأيام الثمانية الأخيرة من بيعها المسبق وولستريد بيبي قد تكون في طريقها لتحقيق نشاط كبير أنتم الآن تدخلون قبل الكبار قبل أن ترتفع الطلبات بأسعار المرحلة الأولى تأكدوا من الاطلاع على هذه العملة ليست فقط رأي الشخصي بل العناوين الرائجة تظهر أن وولستريد بيبي بدأ يظهر في الأخبار لمن يرغب في الاحتفاظ بالعملة على المدى الطويل هناك مكافآت للتخزين تصل إلى 583% سنويا حاليا مع مليار من وولستريد بيبي قد تم تخزينها بالفعل أعتقد أن هذه العملة قد تكون فائزا دعوني أعرف آراءكم في التعليقات أدناه وإلى هنا ينتهي الفيديو لهذا اليوم وسنلقاكم غدا وإلى ذلك الحين ابقوا بأمان يا أصدقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة